ورجعنا لكم استمرار حلقتنا من الأهل خط أحمر وتمنى بقى تركزوا معانا لأن لو البعض مش مركز احنا مركزين في دايماً اللي بيتقال وإيه فكرته وإيه اللي وراه يمكن بنشوف دايماً فكرة هنا والله ما بيرسي تاوي ولا مكسوني ولا مسماني ولكن جمع الصورة كلها مع بعضها هتلاقي الصورة هي أي شيء يخص النادي الأهلي مين اللي بيعمل كده مؤخراً ومش مؤخراً بس ده يمكن تقريباً طول الوقت كابتن مجدي عبدالغني كابتن مجدي عبدالغني واضح أنه عنده مشكلة حقيقة مع إيه في النادي الأهلي أنا مش عارف يعني فرصة أنتقد المدرب وياريت نقض موضوعي أنت مش عارف ما نحرف والله يا أسان بس لو هنا بقى ليس كل ما يعرف القوة بجد ليس كل ما يعرف القوة فللأسف الموضوع زاد أي فرصة بتشوف لعب وراء لعب أنا بدأت أتفائل باللعب اللي بيستلمه كابتن مجدي عبدالغني استلم لعب قبل المباراة يبقى اللعب ده ربنا هيكرمه ما بيجيش معاك إشارة الحاجة يعني ما بتدكش انطباع أن أنت لا كل ما بتتكلم على لعب ربنا بيكرمه أعتقد محتاجين نسمع ونشوف كابتن مجدي عبدالغني إيه الجديد بتاعه لنقض النادي الأهلي ونرجع نقض بيورين عكس وجهة نظري أنا بقول آسف أنا بقول آسف إنما كل ما جاء مثلا أقول آسف لمسيماني ألاقي لأ مش معنى يعني بلاقي اللعب هي اللي عملت وبص ألاقي أي لغبطة أعملها مسيماني وحصل للنادي دروب فما مقدرش أما أجا أقول آسف لميكيسوني أنا ميكيسوني بعد ما جامله جنين قاعد ألا يبقى أنا مش غلط أجا أقول آسف لبيرسي تاو ألاقي بيرسي تاو كل شوية يتعور تعويرة قاعده ست شهور وسبع شهور وخمس شهور وأنا قلت من الأول إن أنا عندي معلومة إن الرجل ده عنده إصابة مزمنة فيا جماعة اللعيب قبل ما ييجي بتعمله اختبارات ليقى بدنية والرسم قلب وقبل أنتوا تجيبوا اللعيب عياد وعنده القلب وما تكشفوش عليه وبعد جدا تكتشفوا أنه عياد وتدولوا عقده هي مش مؤسسة خيرية الأندية كرة القدم ما هيش مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين والغلابة والمرضى لا ده مؤسسة محترفة بتهدف للربح كان زمان القانون الرياضة يقول لك المؤسسات الرياضية مؤسسات لا تهدف للربح بص أعلى مستوى طبي ممكن يكون موجود مع الدوريات الكبرى أكيد الدوري الألماني وغيره في الرعاية لللاعبين لعب دوري بلجيكي أيضا من الدوريات المتقدمة جدا نادي الأهلي مش جايب لعب من مجاهل إفريقيا وبيقدموا وكمان ما عملوش كشف طبي ده مش حي ولكن استغلال الظرف واستغلال الخبر لأن انت تروح لما هو أبعد وتحولها لإصابة مزمنة وتحولها أن اللعب عنده مشكلة وتحولها لإهضار المالي العام ده القصة اللي فيها مشكلة كبيرة جدا هو استغلالك لأي خبر يخص النادي الأهلي لأن النادي الأهلي اللي بتتكلم في أن الكرة قائمة على اقتصاديات وربح ده النادي الأهلي اللي بيجيب أرقام رعاية محدش يعرف يجيبها في مصر ولا في أفريقيا ويمكن النادي الأهلي هو الوحيد اللي بيجابه عندها خارج قارة إفريقيا ويمكن موجودة في الشرق الأوسط النادي الأهلي ده اللي خرج لعبين للبريمير ليج في شكل غير مظبوك حتى لو مش مباشرة محمد شوقي حسام غالي بنتكلم في تريزي جي بنتكلم في رمضان صبحي بنتكلم في جد وإحمد فتحي لعبين كتير جدا خرجوا للدوري الإنجليز بدرجاته المختلفة وإحمد حجازي ده النادي الأهلي فلما تكلم النادي الأهلي واسيب كل حاجة واكتزئ واقول النادي الأهلي مؤسسة خيرية انت بتتكلم عن كيان احنا ما نعرفوش احنا اللي نعرفه كيان النادي الأهلي اللي عنده كل حاجة بتتعملها حساب وتتعمل بشكل مهم جدا كمان روح تواخد مسماني في النص ان مسماني دايما مسماني هاته فكرة هات هات للراجل ده جيبه مسماني الراجل اللي القصة ماشي معاه وانا مش شاف حاجة وشاف اللعيبة هذا ليس كلام في كرة القدم مفيش حاجة اسمها مدرب بيحقق اتنين دورة أبطال وانت سبع سنين ما بتحققش بيحقق مباريات كبيرة كلها رجاء ودات ترجي سانداون بيلعب منتير اللي عمرك ما كسبته قبل كده بيلعب هلال سعودي بيفوز عليه بربعة واطلع اول على مدرب موجود في النادي الأهلي ومدرب الدنيا ماشي كده واللعيبة اللي بتعمل كلها هي كل حاجة ده ليس نقض ده ليس نقض بالنقل بكرة ده ليس نقض الحد بيحب النادي الأهلي انا مش بزايد والله ومش بتكلم بس اي حد بيشوف بعين العدل حتى مش بعين الانتماء هيشوف ان هذا كلام غير منصف وغير صادق وكمان بيقلوا من اي منطق ممكن انت هتعبر بيه عن الامور فرفقا بالنادي الأهلي اللي خير ليه خير على ناس كتير او بص انا عجبني جدا طبعا الكلام اللي انت قلته ولكن كلمة استغلال مو عشان فيديوهات بقى فاستغلال الخبر لان انا للحقيقة يعني الكابتن مجدى عبدالغاني في قضية خبر اصابة بيرسيتاو هو دخل في اخر الصهرة وعلى واستغل الخبر بشكل كبير جدا بس في النهاية دفع فطورته وفطورة اخرين صح حسب على المشاهدين عشان نكون واضحين عشان احنا هيقول ما هو مشان اللي مطلع الخبر هو حقيقي مش الكابتن مجدى عبدالغاني اللي مطلع الخبر هو كان مطلع الخبر القديم ان اصابته مزمنة فمبدئيا في اصابة بيرسيتاو الاخيرة الكابتن مجدى عبدالغاني دخل في اخر الصهرة حسب على كل اللي قاعده كله وشربه على الترابيزة ليه؟ لانه هو كان مستني النقطة دي وزي ما فرسال استغلال اي خبر لمهاجمة النادلغاني فده رقم وا رقم اتنين عشان انا عندي اربع نقطة للكابتن مجدى عبدالغاني احنا هنا واحنا بنتكلم عن كابتن مجدى عبدالغاني مبنتكلمش عن تاريخ كابتن مجدى عبدالغاني كلاعيب تاريخ مجدى عبدالغاني كلاعيب كرة بالنسبالي هو افضل لاعب ميد فلدر جاف تاريخ مصر مش بجامل اللي شافه كابتن مجدى عبدالغاني انا يمكن لحياته متأخر لكن اللي شافه كابتن مجدى عبدالغاني هو بالضبط من دين سبالي يعادل محمد فوزي في الألحان كان سابق عصره ستة وتمانية يقدر يديك بنفس الطاقة لو كان فيه خريطة حرية في أيام الكابتن مجدى عبدالغاني كنت تلاقي رجله دايسة كل حتة في الملعب فبالتالي ما تاخدناش يا كابتن مجدى لسكة أنا كنت لعيب كبير لأن احنا متفقين أن أنت لعيب كبير وحضرتك اللي قللت دورك في رقل الجزاء هولندا برغم أن أنت مسجل في ثلاث نهايات أبطال ققوس مع النادي الآلي لكن أنت اخترت أن ده يكون كل دورك المترسخ في زهن اللي ما شافوهش مجدى عبدالغاني كلاعب فدي النقطة التانية النقطة التالتة ودي المهمة جدا ودي بقى لجمعيل النادي الآلي طب ما نفترض أن بيرسي تاو كان مصاب بالفعل وأن الخبر ده كان خبر صحيح بالفعل وبيرسي تاو تم إصابته يعني لقدر الله مرة تانية تمام؟ وطلع هروح معكم لأبعد مدى وطلع أن بيرسي تاو يعني التشخيص ما كانش سليم نفترض جدلا يعني وكان مصاب هو أنا المفترض أنا بحاسب على كل تفصيلة بتفصلتها ولا أنا عندي تارجة عام عندي قايمة كبيرة عندي جهاز فني عندي تلاتين لعب مش وارد أن لعب منهم يكون اختياري ليه غير موفق ده مش لعب ده لعب واثنين وثلاثة واربعة هو ده مش بيحصل في كل مكان في العالم بيحصل في كل أندية العالم مش فيه مديرين فنيين بيكون لهم وجهات نظر وقراء في قايمة وفي سكوات وفي تشكيل وبييجي مدير فني تاني يكون له رأي مختلف وفي ضحايا لمديرين فنيين ولاعبين بيخرجوا من النادي وارد جدا أنا المفترض أعمل إيه المفترض أن أنا لما أتلقى خبر زي ده ما ينفعش أكون أيضا بتربص بانتصارا لوجهة النظر أنا آسف والله أنا أقول الكلام ده لكن لازم أفكر أنا ترجتي إيه من فريق كرة القدم دور أبطال أفريقيا الدوري الكاس السوبر المحلي السوبر الأفريقي كأس العالم للأندية أنا خدت ده 14 لعب يهمني جدا ما عنديش أدنى مشكلة أقولك أنت لعبت 16 ولا ما لعبتهمش أنا خدت الكلام ده بروتيشن كتير حسب مدرسة المدير الفني ولعبت 30 لعب أهلا وسهلا أنا خدت 4 من 6 خدت 3 من 6 أنا وجهة نظري إن هو ده اللي أنا المفترض البلان اللي أنا أتعامل بيه مع أي مدير فني أي مدير فني ففكرة إن أول لما يطلع خبر استبعاد لعب ألاقي الدنيا صعبة جدا وعندنا مشاكل كتيرة جدا وهجوم حد جدا أو فكرة إصابة لعب يا جماعة المفترض إن احنا نشوف إحنا عابدين إيه الموسم ده حتى لو أنت شايف في بعض الإخفاقات وده بالتأكيد وعايزين نعالج واتكلمنا في الجزء الأول عن المعالجة أنا عندي أنا متصدر الدوري أنا أفوز ماتش الهلال أأدي التارجد بتاعي من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أنا معايا برونزيت كهس العالم الأندية أنا معايا السوبر الأفريقي البطولة اللي أنا لعبتها الموسم ده فقليلا من الهدوء فدي النقطة التالتة النقطة الرابعة بقى اللي ممكن نكلم فيها كابتن مجدى عبدالغاني هو ليه ده ما بيحصلش وما بينشوفوش مع لعبين في أندية تانية أصل ممكن كابتن مجدى عبدالغاني يطلع يقول أنا مدرستي إن أنا أنور الأماكن حتى لو بتيجي معايا بشكل خاطئ وبتيجي معايا بأخبار خاطئة لكن وارد تكون دي مدرسته لكن ما بشوفش المدرسة دي مع أندية تانية لما بيحصل إن يعمل مداخلة مع مسؤول في أندية أخرى منافسة للنادي الأهلي وغير منافسة بيكون دايما دايما اتجاه المداخلة تمام مظبوط عندك حق هو ده وتأييد مطلق لوجهة نظر الآخرين فليه كابتن مجدى عبدالغاني ما بيتبعش نفس الدهجة ده مع النادي الأهلي عندنا نقطة تانية اتكلم فيها كابتن مجدى عبدالغاني هنطلع نشوف الفيديو ونرجع معك أنا عندي خبر بيقول حسام غالي يطلب التحقيق في إصابة برسي تاو والطبيب يوصي بسفره إلى قطر يا سلام يا سلام هنعالجه كمان يلا خلينا نعالجه ماشي هناخد ثواب إصابات برسي تاو في الأهلي من ساعة ما جاه فيه فريق بيشتغل فريق إعداد زي ما كل في حجة كل حتة المفروض يبقى فيه فريق يشتغل ويشوف مين إيه الصالح وإيه الطالح برسي تاو تعرض لإصابة في العضل الأمامية ثلاث مرات منذ ضمامه للأهلي الإصابة الأولى تعرض لها بخمستاشر سبتمبر وانتظم خمستاشر نوفمبر يبقى سبتمبر أكتوبر نوفمبر قدي شهرين ونص أو تلاتة ماشي أو شهرين ماشي ستين يوم الإصابة التانية تعرض لها الثمانية وعشرين يناير خدوا بالكم وانتظم يوم ثمانية وعشرين فبراير قدي تلاتين يوم دي التانية الإصابة التالتة تعرض لها النهاردة وهو محتاج تسع أسابيع ستين يوم عشان يرجع تاني للملاعب عجبني جدا كابتن مجد عبدالغاني بقول لك عندنا ده شغل الإعداد كابتن مجد عبدالغاني لو ده بالفعل شغل الإعداد ف بالطريقة وبالبلد كده على الهواء الإعداد باعك أنا آسف الله تعال أبقى نقول لك شغل الإعداد بتاعنا عمل إيه؟ أولا مبدأي أنا كابتن مجدي مفيش إصابة ستين يوم اللي انت تكلمت عنها ومفيش من فكرة من خمستاشر سبتمبر لخمستاشر نوفمبر ولو انت رجعت الإعداد بتاعك يا كابتن مجد عبدالغاني بونتها البساطة والأرحية وجبتها كده من غير أي كلام هنقول لك مبارات القمة فقط لغير بس وحنا عاديين كده من غير شغل الإعداد كانت 5 نوفمبر وبرسته كان موجود قبلها مباراتين 21 أكتوبر لإسماعيلي كان بيرسته بيسجل هدفين وبيفتتح النتيجة يا كابتن مجدي فده لو شغل الإعداد أنا آسف الله أن أنا ممكن أسبب أزل الإعداد لأ لازم ترجع كويس الإعداد يا كابتن مجدي ده رقم واحد فما فيش إصابة شهرين رقم اثنين يا كابتن مجدي 28 يناير ليه 28 فبراير ده كمان تاريخ غلط كابتن مجدي ده غير بقى الخبر إن الكابتن حسام غالي قاعد يحقق مع بيتسو موسيماني في إصابة بيرسته أكيد يا كابتن مجدي بما إن الإصابة مش حقيعة يبقى الخبر غير حقيقي شفت الإعداد وصلك لفين يا كابتن مجدي هو مش الإعداد اللي وصل يعني ده ممكن يكون شغل الإعداد لا 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 الإعداد اللي وصل كابتن مجدي أصل الأرقام أولا ما تجذبش تاني حاجة الأرقام ممكن أتلغبط فيها إنما هنا إن نقول طلب تحقيق على كابتن حسام غالي هنا بيتكلم في معلومة فالقصة واضح إن أولا أرقام غلط واستند لها إن طلب تحقيق وطلب كذا كذا فإنت هنا بتحط أمور إدارية وبتضرب بيها وبترمي لما هو أبعد كالعادة ده اللي واضح بالنسبة لي لا ده ما احنا قلنا بقى ما بني على باطل فهو باطل خبر وجود الكابتن حسام غالي مع بيرسي تاو تحقيق أصلا ما فيش عارف أنت أوافين التعابين هي فين الزابط ما فيش أصلا إصابة فبالتالي ما فيش تحقيق لكن النقطة الأهم واضح كده إن الناس عندها انطباع إن بيرسي تاو ده تقريبا صفقة فشلة وبدأ يتم نشر الكلام عن بيرسي تاو عشان تبدأ الصورة الزهنية تتلقى فكرة إن بيرسي تاو صفقة مش نجحة مع النادي الأهلي وإنه بيغيب كتير وإنه بيتم إصابته كتير فقولنا نعمل جدول النادي الأهلي عمل إيه من بداية الموسم لعب كم مباراة في كم بطولة وبيرسي تاو دروا منهم إيه ممكن نستعرض مشاركات بيرسي تاو مع النادي الأهلي ويتلاقي إن النادي الأهلي اللعب في الدوري المصري عشر مباريات بيرسي تاو شارك في تسعة وهدف الفريق بخمس أهداف مبدئيا يعني دوري أبطال أفريقيا لعبنا في دور المجموعات لأن دور الـ 32 ما كانش لسه صفقات الجديدة تم قضاء فتم قيد بيرسي تاو مع الصفقات الجديدة من دور المجموعات لعبنا خمس مباريات بيرسي تاو شارك في أربعة يعني النسبة في الدوري المصري 90% من عد مباريات 80% من دوري أبطال أفريقيا 100% من مباراة السوبر الأفريقي وهو اللي صنع الهدف لطاهر في الديهة الأخيرة اللي قدرنا نرجع معاه للبطولة مرة تانية كأس العالم للأندية هي دي الفترة اللي غاب فيها بيرسيتاو لم يشارك في البطولة لم يشارك في أي مباراة ودي عشان بالفعل أيضا إصابة بقى هنا بيرسيتاو هتقول لي أنت ليس تبعدت كاس الربطة هقول لك لأن كاس الربطة المباراة الوحيدة اللي بيت سمس ماني قرر يلعب فيها بالفيرستي تيم كان بيرسيتاو موجود في مباراة سموحة إذن مشاركات بيرسيتاو 14 مباراة من 19 لو استبعدنا كاس الربطة و15 من 20 متحين لو دفنا مباراة كاس الربطة بص لو كابتن مجد عبدالغني كان تناول المشاركات دي من ناحية مدى رضاءه عن الكفاءة الفنية لبيرسيتاو والله عمري أنا شخصاً بكتاة أختلف معي هنا قصة فنية ممكن تقول هو في الدوري محقق أرقام جيدة في دوري أبطال أفريقيا أنت منتظر منه أكتر هنا دي وجهات النظر الفنية اللي احنا بنتكلم عادي جداً وطبيعي يبقى لنا قراء إحنا حتى فيها إنما زي ما قلنا كل الفكرة اللي تبنت عشان أوصل النيبيرسيتاو أولاً عنده أصابة مزمنة ده رقم واحد غريب جداً أرقام مغلوطة عن مشاركاته فكرة التحقيق الإداري في الموضوع رابعاً فكرة المباريات اللي لعبها إذن إحنا بنتكلم عن موضوع اتاخد كله بالخطأ طب هل ده عهدنا مع كابتن ماجدي مثلاً هي فكرة استثنائية شايف صفك التاو عنده تحفظ عليها عنده رأي فني فممكن متحمش شوية ولا ده منهج وده يفرق معاك مع أي شخص أنت بتتعامل مع رأيه في الحياة